أهلا بكم في ملف اليوم معكم اليوم يوسف الشريف ضربة تلو الأخرى تلقاها حزب الله من إسرائيل على مدى الأيام الماضية مما أدى إلى مقتل عدد من قادة الصف الأول للحزب أهمهم إبراهيم عقيل وأحمد محمود وحبي ما يضع حزب الله أمام تحدي جديد في الحفاظ على قوته الأمنية والعسكرية فكيف سيؤثر ذلك على تماسك الحزب وقدراته في الاستعداد والردع هل يمكن للحزب تعويض النقص؟ في قياداته هي الضربة الأكبر التي استهدفت البنية القيادية لحزب الله بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمينة نيهو فقد وجهت إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الضربات للحزب لم يكن يتخيلها في الأيام القليلة الماضية وجهنا لحزب الله سلسلة من الضربات لم يكن يتخيلها إذا لم يفهم حزب الله الرسالة فأعيدكم أنه سيفهمها ونحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى منازلهم سالمين لا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها وإطلاق النار على مدنها حزب الله اعترف بمقتل عدد من قادته في الضربة الأخيرة على الضاحية الجنوبية إلى أن مسؤولا إسرائيليا ذهب أبعد من ذلك بكشفه لموقع أكسيوس أن الغارة الإسرائيلية قتلت عشرين قائدا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله حيث كانوا يعقدون اجتماعا سريا من جهته كشف رئيس الأركان الإسرائيلي هرسي هليفي أن القادة الذين تم القضاء عليهم كانوا يخططون لهجوم مماثل السابع من أكتوبر على الحدود الشمالية ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي ارتنم الفرصة بعد أن علم بعقد اجتماع سريا نادر لكامل قيادة قوة الرضوان نبحث في هذا الموضوع مع ضيفي من أربيل معنا الخبير العسكري والأمني أعياد الطوفان ومن بيروت الأكاديمية والباحث في العلاقات الدولية دكتور علي شكر أهلا وسهلا بكما دكتور علي شكر أبدأ معك بالنسبة لحزب الله أهلا بك في مشكلة الآن في نقص القيادات شفنا أنه تعويض القيادات من أيام عماد مغنية اللي ما بعده أمر صعب خصوصا في حزب الله وما يشبهها من أحزاب لها ذراع عسكري في المنطقة لأنه دائما الثقة والاعتماد على الإسم هو الأساس لدرجة أنه ممكن أن يبقى الشخص في منصبه ولأنه في الأمين العام يعني أسوى حتى نهاية حياته لا يكون فيه ترتيبات جاهزة دائما للرجل الثاني ما رأيك في وضع قيادة حزب الله العسكرية اليوم بعد كل من خسرته نعم يعني من الواضح أننا إذا ما رصدنا المسار الذي يعني سارت عليه المقاومة في لبنان بدءا منذ بداية الثمانينيات حتى اليوم تعرض الحزب لاغتيال أمينه العام السابق سيد عباس الموسى ومن ثم تعرض لاغتيال قيادات أساسية كان من أبرزها عماد مغني وبالتالي على الرغم من هذه الاغتيالات وعلى مدار زمني طويل لأكثر من أربعة عقود تمكنت المقاومة في لبنان من خلق نوع من التراكم والتطور الذي مضى قدما وبالتالي شهدنا الفرق ما بين العام 2006 في حرب إسرائيل على لبنان واليوم بأن هناك تقدم نوعي وتطور نوعي في أداء المقاومة إمكانياتها تجربتها تسليحها وأيضا التطور التكنولوجي الذي تمكنت من الحصول عليه لذلك أعتقد بأنه على الرغم من قساوة الضربات التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية ومن فقدانها للعديد من القيادات خاصة في الضربة التي كانت أول من أمس إنما هذا الأمر من الواضح بأن آلية عمل المقاومة وسيرها بشكل عام ومن خلال تجربها السابقة يبين عن أنه على الرغم من أهمية هذه الضربات لكنها لا تحول دون القدرة على الاستمرار والقدرة على التطور والمضي قدما وخاصة أننا إذا ما رصدنا المرحلة الأخيرة خلال العشر أو خمسة عشر سنة الأخيرة عند الحزب حزب الله بالتحديد في لبنان نرى أن هناك تطور في آليات العمل وفي مسألة الاستقطاب ومسألة التدريب والتدرج والتطوير خاصة فيما يتعلق بمسألة التمكن من تطوير المسيرات استخدام أسلحة حديثة وتقنية عالية الصواريخ التي استخدمت بالأمس كانت أيضا في إطار التطور الذي قامت به المقاومة لذلك انطلاقا من كل هذا المشهد يمكن القول بأن المقاومة تعرضت خاصة خلال الأسبوع الماضي لضربات قوية جدا وكان ذلك واضح من خلال اعتراف الأمين العام للحزب بذلك في خطابه الأخير لأن هذا الأمر على رغم من أهميته وقصوته تبين من خلال الأمس بأن المقاومة لا تزال على جهوزية تم وقادر على اتخاذ قرار والقيام بإجراءات ميدانية على الأرض خلينا أسأل أستاذ أعياد الطوفان الخبير العسكري والأمني من أربيل ما رأيك حزب الله وغيره من ما يشبه من تنظيمات ومنظمات في المنطقة هل تقوم على الكادر الهيكل التنظيمي أم على الأشخاص والقيادات بحيث أنه فعلا يصعب تعويض القيادي ولا يتم التفكير بمن يخلف إلا بعد فترة تحية طيبة لك سيد يوسف ولضيفك والمشاهدي قناتكم الكرام العمل في حزب الله هو عمل جماعي تراتبي نعم يمكن تعويض كل ما فقدوه من قادة لكن ليس بمستوى هؤلاء القادة الذين يملكون الخبرة والكفاءة التراكمية منذ عقود كثيرة نعم يعوضون لكن ليس بالمستوى المطلوب وهذا صعب جدا ولهذا نجحت إسرائيل في القضاء على الخط الأول تقريبا والخط الثاني الضربة التي حدثت قبل يومين أنا أعتبرها ضربة أقوى حتى من العملية النوعية الستراتيجية بتفجير أجهزة الباجر يجتمعون بطابقين تحت الأرض وبهذا العدد الكبير من قوة الرضوان التي تمثل الكاموندوز أو القوات الخاصة والتي تعتبر أنصر مهم حتى في الجيوش النظامية بهذا العدد الكبير وبهذا الغباء الكبير أيضا للاجتماع في هذه الظروف وفي هذه المنطقة التي شبه من عدم ثم يتيهم صاروخ اختصاص ينفذ إلى الطوابق ويحيلهم تحت الركام أدسادا هامدة يا سيد العزيز العمل الجماعي نعم له إيجابيات لكن سلبياته أكثر بهو عدم التأمين والتحصين هنا أذكر شريعا كان المفروض ينتبه إليها حزب الله كثيرا هي عملية اغتيال القائد صالح العرعوري من قائد العسكريين لحماس بعد عشر دقائق من انتهاء الاجتماع مع قيادات من الحرس الثوري وحزب الله تم التنفيذ إذن العنصر الذي أوصل المعلومة إلى الجيش الإسرائيلي كان من ضمن هذه القيادات الموجودة بالاجتماع طيب ولهذا لم يفرط الإسرائيليين بقتل الجميع لأنهم لا يستطيعون التفريط بقائد من حزب الله ممكنا للمستقبل يدلوهم بمعلومات حتى ولهذا بعد انتهاء الاجتماع بعشر دقائق قاموا بالعملية صار تدمير وقتل العرعوري أستاذ عياد معلش ملاحظة خلينا نقول أنه في الاجتماع كان في عجلة وسوء تقدير وترتيب نبتعد عن التوصيفات التي قد تكون يعني مش علمية بس مش أكتر لكن لو أعود إلى الدكتور علي خسارة من قيادات بهذا الحجم ما فينا نقول وصف غباء ما الآن نحن يعني طيب بس خلينا نتحدث عن الأمور كما حدثت دون توصيفات المهم دكتور علي شكر دكتور علي هنا في نقطة مهمة فعلا ألا يمكن يعني احنا شفنا أنه في اختراقات إسرائيلية داخل الحزب والحزب على مدى السنوات كشف عن شبكات تجسس في داخله في أكثر من شيء يعني وبالتالي البعض قد يرى أنه هذه العملية عملية الضاحية الجنوبية ربما هي مقصودة من أجل طبعا تخلص من قيادات مهمة لكن ترقية أشخاص ربما يكونوا مخترقين طب هذا يصعب هذا الاحتمال لا يمكن أنك تشيله على الرف وهذا سيصعب مهمة اختيار خليفة أي شخص من الذين ذهبوا نهيك عن كما قال سيد عياد أنه خبرته وخبرة القائد الجديد وقدرته على هذا سيضعف الحزب بشكل أكيد ما رأيك يعني هنا الموضوع ينقسم إلى شقين أساسيين الشق الأول يتعلق بالأداء الذي تم وكان هناك تأكيد وأيضا خطاب سمحت سيد نصر لك كان واضحا بأن القرار سيتخذ على مستوى حلقة ضيقة هذا يعني بأن هناك إمكانية كبيرة لأن يكون هناك اختراق على مستوى الحزب فيما يتعلق بالبعد الاستخباراتي أو الأمن أو ما إلى ذلك النقطة الثانية تتعلق بمسألة القيادة صحيح أن هناك نوع من الخبرة التي كانت قديمة جدا ومتتالية على مراحل عقود عديدة للقيادات التي فقدتها المقاومة خلال هذه المرحلة وفي سياق هذه الحرب ولكن أنا أؤكد على أمر أساسي بأنه على الرغم من أهمية هذه القيادات وخبراتها ودورها لكن الحزب لديه من الكوادر التي تطوعت وتطعمت خلال السنوات الماضية من خلال التنازج ما بين الجيل الأول الذي أسس في بداية الثمانينات والذي يفقده الحزب حاليا على التوالي وما بين الجيل الجديد الذي يعتبر مخضرما وأصبح لديه القدرة ولديه أيضا نوع من التقدم ربما على المستوى العلمي على المستوى التقني على المستوى اللوجستي أيضا الخبرات التي تراكمت لدى هذا الجيل من القيادات الثانية أو الثالثة ربما سواء كانت في لبنان أو في سوريا أو في المواجهة مع العدو الإسرائيلي في العام 2006 أصبحت لديها الإمكانات والقدرات التي تمكن المقاومة من المضي قدما ربما سنشهده في الأيام المقبلة من هذه المواجهات ومن هذه الحرب هو الذي سيحدد لنا طبيعة هذه التوقعات أو طريقات دكتور 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 خليني مع الأشياء خاطعك باختصار أبل أن نروح لفقرة ثانية أكيد أكيد هذه الرجل سيكون لكن ممكن يكون عنده خبرة عملياتية لكن الخبرة في اتخاذ القرار في الإدارة نحن نعرف أنه فيه فرق سهل أنك ممكن يكون عندك خبرة تدرب ناس على طيارة مسيرة تصنع طيارة لكن أن تأخذ القرار وتختار ناس وترقي ناس هذه كفاءة وخبرة تأتي مع الوقت والزمن مشيك؟ نعم صحيح صحيح ولكن أيضا المقاومة تعمل بطريقة ربما يمكن علينا أن نضيء عليها بعض الشيء هناك آليات من العمل الذي يسمى عنقودي بمعنى أن هناك مجموعات متعادلة ضمن سياق العمل العام للمقاومة ولديها أدوار مختلفة ونحن نشهد خاصة في حرب العام 2006 كان هناك دليل واضح على أنه عند استهداف البارجة الحربية كان القرار مباشرة من القيادة أما العمليات الميدانية الأخرى التي كانت في سياق المواجهة كانت على مستوى أقال لذلك يمكن القول بأن هناك أمور مركزية قيادية على مستوى بعض الضربات وأمور أخرى لوجستية في المواجهة العامة طيب هنا سنذكر فقط ببعض القيادين في حزب الله الذين ربما سقطوا في الفترة الماضية قبل أن نعود للحوار المسؤولون أو المستشاورون العسكريون البارزون في حزب الله هي ألقاب تتصدر تداول الإسرائيلي بعد سلسلة الاستهدافات الإسرائيلي للحزب خسر خلالها عددا لا يستهان به من هؤلاء القادة الأيام الأخيرة التي شهدت اختراق أجهزة البيجر والأسلكي ومقتل القياد العسكري البارز إبراهيم عقيل ساهمت في إماطة لثام عما يعرف بالهيكل التنظيمي والمجلس الجهادي لحزب الله دعونا نلاحظ الآن حيث لا اختلافات الجذرية لتركيبة حزب الله عن باقي الأحزاب اللبنانية الحزب الله السياسي فحزب الله متهم من قبل خصومه باستنساخ تركيبة الأحزاب اليسارية التي سبقته لكن الاختلافات العقائدية جعلت السرية عنوانا يحيط بنشاطه أمين عام الحزب حسن نصر الله هو رأس الهيكل التنظيمي يتمتع بصلاحيات تنظيمية واسعة جدا لجهة الإشراف على أعمال والنشاطات المجلس الجهادي وإدارة مجلس الشورى صورة نصر الله ما تزال في صدارة بنك الأهداف الإسرائيلية التي وزعها الجيش الإسرائيلي مباشرة بعد مقتل إبراهيم عقيل وأحمد وهبي المسؤول في قوة الرضوان في الغارة على الضحية الجنوبية أما المجلس الجهادي الذي لم يتبقى منه سوى اسم محمد كركي بعد مقتل إبراهيم عقيل ومن قبله فؤاد شكر في الضحية الجنوبية لبيروت فيتألف هذا المجلس من رئيس المجلس التنفيذي والمسؤول العسكري والمسؤول الأمني وممثل المرشد الإيراني علي خامني يتولى المجلس الجهادي مسؤولية إدارة عمل حزب الله من حيث التخطيط الرقابة التجنيد والتدريب والتجهيز واتخاذ القرارات العسكرية والأمنية يتولى المجلس أيضا التواصل والتنسيق مع هيئات الحزب المختلفة التنظيمية والسياسية وكذلك كلما دعت الحاجة خلال التصعيد مع إسرائيل يقيم هذا المجلس كافة الظروف التي يواجه حزب الله في كل الساحات ويقرر على إثر الدراسات والمعطيات المعمقة استراتيجيته العسكرية كما يحدد هذا المجلس الخطوط العريضة للوحدات العسكرية بتوجيه مباشر من الأمين العام للحزب يتمتع حزب الله إذن إلى جانب المجلس الجهادي بجهاز تنفيذي يتولى هاشم صفي الدين هذا المجلس يعد بمثابة القلب التنظيمي الذي يتفر عنه الوحدات التنظيمية الأخرى في الحزب كالإعلام والعمل الاجتماعي والصحي والتربيوي والتعبئة العامة إذن كل هذه التفرعات التي أو التفرعات التي شرحناها الكثيرة لتركيبة الحزب من الداخل تصبح بنظر محللين عسكريين غير مجدية في زمن التصعيد فالتحدي الكبير أمام الحزب يتمثل في ترميم المجلس الجهادي كأولوية بعدما تلقى ضربات وصفت بالقاسية وغير المسبوقة باعتراف أمين عام الحزب حسن نصر الله أعود إلى أربيل هنا معنا الخبير العسكري والأمني أعياد الطفان سيد عياد هذه التنظيمات التي تشبه تنظيمات اليسارية دائما في مجلس ربما شورة أو مجلس جهادي وآخر مكتب تنفيذي وغير ذلك هنا في مثال حزب الله من الذي يختار؟ عندما نطلع على هذه التركيبة نرى أنه في نوع من التداول والمشورة والمقاش بالطبع يحسمها الأمين العام لكن من وكيف يمكن تعويض هذه الأسماء وباختيار من؟ بداية تشكيل حزب الله عندما زح منظمة أمل عام 1982 كان يعمل بسرية كبيرة لكن توسعه إلى وتمدده خلال السنوات الماضية جعلت من عملية اختراعه اختراعه اختراقه وعملية امكانية القضاء عليه دعا الحزب إلى تشكيل عدة مجالس أهمها المجلس الجهادي الذي يرتبط بمجلس الشورى والجميع تحت سيطرة وامرت السيد حسن نصر الله سياسيا وأمنيا هذا مجلس الجهادي فقد كثير من قادته الكبار منهم عماد مغنية ثم الذي بفقدانه أدى إلى ظهور فؤاد شكر الذي كان مخفيا جدا والضرورة جعلت منه أن يظهر وبالتالي تم اغتياله لاحقا بعد انخراط حزب الله بعمليات 7 أكتوبر الطوفان الأقصى بدت كثير من قياداته في مرمى الجيش الإسرائيلي قضوا على كثير منهم يعني مثلا أحمد وهبي إبراهيم عقيل وسام حسن وكذلك الطالب سامي ولم يبقى من هذا المجلس سوى علي كاركي هذا المجلس تعويضة كما ذكرنا ممكن تراتبيا لكن ليس بخبرة هؤلاء بل ليس بأمنية هؤلاء ليس بالاعتماد على هؤلاء ليس بتأثير هؤلاء على المجتمع حتى الصف الثاني سيد يعني اسمح لي هنا في الصف الثاني سيد أعياد يعني في الأشهر الثمانية الأولى تم اغتيال العديد من قيادات الصف الثاني مسؤولين عن أجنحة عسكرية من خلال الاغتيال المباشر وبعملية البيجر تم اغتيال يعني إصابة العشرات من ربما الصف الثالث اللي هم مسؤولين ميدانيين أمنيين ربما هنا هذا إلى أي درجة ممكن يؤثر على توفر الكوادر المرشحة هذا الكلام صحيح جدا نعم تم كثير على قيادات الخط الأول والخط الثاني الخط الثالث طبعا استكمل بما بقى من الخطين الأول والثاني والثالث بعملية الباجر هذه الأجهزة هي لزة أجهزة اتصال لكنها أجهزة إشعار وإرسال رسائل لمن يحتاجونهم من ناحية القتال بالميدان أو لهم تأثير دعم لوجستي إلى آخره فكانت هذه العملية تكميل أخرى وتوجت بالعملية التي ذكرناها لقادة وحدة الرضوان كما أن توزيع منطقة الجنوب إلى عدة قطاعات كشف كثير من هذه القيادات وحتى قيادات الخط الثاني والثالث يعني مثلا غربا وحدة النصر هي التي تسيطر على القاطع من الحدود إلى النهر الليطاني شرقا وحدة عزيز تسيطر على البقاع الغربي جنوبا وحدة بدر تسيطر على شمال نهر الليطاني حتى صيدة وأيضا هناك وحدة الضاحية الجنوبية هذه لم تستكشف ولهذا يفسر بأنه لم يتم القضاء أو اغتيال المقربين جدا من حصا نصر الله بهذا القاطع طيب سيد أعياد اسمح لي على وحدة مهمة أخرى قبل أن تعلم خلينا بس نروح للم وحدة حيدر المسيطرة على بعلبك وهرمال طيب اسمح لي هنا أعود لدكتور علي شكر دكتور علي هنا يعني كل التنظيمات يعني وخصوصا اللي في لبنان والعالم العربي يعني أنت لا تعرف من الرجل الثاني في هذا التنظيم يعني ما في حدا بيجهز رجل ثاني لا في خمين أي مثلا في إيران لا في حزب الله لا في الأحزاب اللبنانية الأخرى اللي بدأت تذهب إلى التوريث حتى في المنظمات اليسارية يعني تنتقد فتح مثلا والسلطة أنه ما في رجل ثاني هنا دائما هذا يسبب مشكلة بسبب الاعتماد على الرجل الأول أليس هناك خطر أنه الآن بعض الصحف الأجنبية بدأت تتحدث أنه إما أنه سيتم في خطر ترقية ناس يكونوا ربما عملاء لإسرائيل مخترقين لأنه العدد كبير وإما أنه إذا استهدفت إسرائيل الأمين العام للحزب ما الذي سيحدث ما رأيك في هذه السيناريوهات نعم يعني هنا أود أن أضيع على أمر أساسي بأن تركيبة حزب الله في لبنان وأليات عمله تختلف عن باقي الأحزاب السياسية معظم الأحزاب السياسية في لبنان كما شاهدنا في المراحل الأخيرة بدأت تعمل على مسألة التوريث لغياب البنية التنظيمية والأليات العامة الزعيم هو الذي يقود الحزب ما في حزب سياسي في لبنان غير حزب الله عنده جيش يعني تنظيم أسكري عشان هيك يمكن فيه اختلاف أكيد ضروري لا لا نتحدث عن الهيكلية العامة للتنظيم حتى سياسيا حتى سياسيا يعني إذا ما أخذنا حركة أمل أو التنظيم التقدمي الاشتراكي أو غيره شخصية الزعيم التي يقود هذا الحزب هي التي تسيطر على أليات الحزب وهي التي تحدد وجوده في حين أن حزب الله تعرض في السابق للكثير من الاغتيالات ومنها أمينه العام ولكنه استمر هذا يعني بأن الحزب يعمل كإطار مؤسسي حتى على المستوى التنظيم السياسي بالمعنى العام ولديه القدرة على إنتاج بدائل بمعنى هناك مجلس شورى ومجلس تنفيذي وبإمكانه إنتاج أمين عام مباشرة في حال تعرض الأمين العام كما حصل سابقا عندما غيره دكتور علي شكر اسمح لي صحيح هذا شيء هل الحزب هو القادر على أن يختار ولا ينتظر تعليمات من إيران لأنه زي ما بقول أمين العام للحزب إحنا فلوسنا وأكلنا وشربنا وكل شيء من إيران فألا تعتقد أنه هنا بعدما حدث أنه ممكن يكون في تدخل إيراني إما لإسعاف الحزب لمساعدة الحزب أو لضمان أن الأسماء التي ستصل إلى القيادات على الأقل إيران راضي عنها نعم بطبيعة الحال عندما نتحدث عن أمين عام وتعيين أمين عام وغيره من الكوادر الأساسية هذا سيكون منتج من قبل الحزب يعني الحزب كما تحدثنا لديه مجالس وهيئات تمثيلية على مستوى التنظيم السياسي وبالتالي الاختيار سيكون منها الآن إذا كان هناك خمس ست شخصيات وفضلت إيران ربما شخصية على أخرى هذا أمر قد يكون طبيعيا في السياق العام ولكن لن تأتي إيران بشخصية من خارج تركيبة الحزب لتضعها وتقود الحزب من خلالها هذا ما قصدناه بأن الحزب لديه هرمية معينة وينتج هو القيادات التي ستتولى مسألة زمام الأمور إنما تختلف ربما بمسألة اختيار الشخص من بين مجموعة من الأسماء بس لازم يكون في ضوء أخضر إيراني عليه كان هناك العديد من الأسماء واختير السيد حسن نصر الله عفوا يعني الحزب بيختار شخصية لكن لازم يكون في ضوء أخضر من طهران على الاسم إذا كان فيه كادر أو فيه منصب كبير هذا الأمر لا أستطيع حسمه ولكن بطبيعة الحال بما أن التنظيم يرتبط بأليات معينة بإيران بالتالي هناك بطبيعة الحال أصلا القيادات التي تصل إلى هذه المستويات من الصفوف القيادية الأولى هي بطبيعة الحال بالتنسيق والتناغم مع إيران لذلك أعتقد بأن مسألة اختيار إيران أو عدم اختيارها لهذا الشخص هي ليست عامل مختلف كثيرا عن الأليات المعتمدة لأنها هي التي تنتج القيادات بمعنى التنظيم ينتج القيادة طيب سيد عياد الطوفان باختصار ما هي نسبة احتمال أن يتم ترقية شخص أو عدة أشخاص في المجلس الجهادي ممكن يكونوا مخترقين من قبل إسرائيل بفي ظل هذه الفوضى هنا كاحتمال هل هذا وارد؟ وارد جدا لأنها الخطوط الأولية أو قادة الصف الأول أنا أزم فيهم كان من هو مخترق من قبل إسرائيل والدليل على ذلك كما ذكرت مقتل العاروري وأيضا الاجتماع الذي ظهر قبل يومين فكيف بخطوط الصف الثاني والثالث الذين قد يكون ارتباطهم بالحزب قليل جدا أو قريب جدا اثنين نديدة تحدث أيضا على فقرة اختيار الزعيم إذا ذهب حسن نصر الله هذا الحزب كل تمويله وتخطيطه وتجهيزه هو من إيران لن يتم تعيين أي قائد فيه إلا بأمر من إيران وليس الإيرانيين مهما كانت درجاتهم التراتبية الحزبية ليس لهم دور إلا هذا من ناحية ثانية فقدان حسن نصر الله سيسبب نعم سيسبب كثيرا إلى حزب الله لأن حسن نصر الله منذ سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته هو مقاتل أيضا ذهب العلوم الإسلامية في النجف ولديه علاقة وشارك حتى في الحرب العراقية الإيرانية ضد العراق مع الجيش الإيراني هذا الرجل أيضا له مهابة وتسمية بين قيادات الحزب وأيضا حتى كوادره القاعدية لكن تعويضه سيكون صعب جدا سيفقد الحزب تأثيره الكبير جدا الحزب إيرانيا ببصمات لبنانية تمويله وتسهيله وغيره وكما يقول عندنا في المثال من يأخذ أمي فهو عمي الإيرانيين هم عمام حزب الله ونوضح أن موضوع الأمين العام هو بسبب أن توزيع الجيش الإسرائيلي صورة الأمين العام والإعلام الأمريكي الذي بدأ يتحدث عن سيناريوهات تتجاوز كل الخطوط الحمراء على كل أشكر ضيفي في هذا الحوار من ملف اليوم كان معنا من أربيل خبير العسكري والأمني أعياد الطوفان والشكر الجزيل أيضا لضيفي من بيروت الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية دكتور علي شكر انتهى ملف اليوم غدا ملف جديد إلى اللقاء